هذا سائل يقول قوله عز وجل ولذكر الله أكبر هل معنى ذلك أن ذكر الله أفضل من الصلاة المكتوبة؟ يا أخي ما فهمت الآية الله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر يعني يجتمع فيها أمرا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وأن فيها ذكر الله وذكر الله أكبر فيتجمع بين هاتين العظيمتين تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها ذكر الله وذكر الله أكبر فما أعظم هذه الصلاة؟ نعم